موضوع كله كان يتداول أن حضرتك زيفت موضوع مرضك حتى تسوي أضواء على نفسك وتصغير الترند وتحصل الفلوس شو ترد على الناس اللي هيتشي قالوا؟ ماكوشي هذا أكوه صح قالوا أنت كل شوابك يعني مجرح حتى تأخذ فلوسهم يعني دول ما أعتبرهم قريبين ليه بعيدين دول واصلا بالنسان لا أذكرهم من شنة أنت مريض وتقرهت تعليقات على السوشيل ميديا كان يزعجك هذا الشيء؟ قمتش أضحك أقول يا با حيث ناس خلص مرضوه ويعرف شون طيب الخطوة القادمة شنو حقيقة إصابتك بالزهايمر؟ زهايمر؟ مصعد صعد بخيخ شنو هذا أعراض يعني شنو يسوي؟ أعراض ما يجلني بشي أرجيك ما تنمشي تصعد ما قد تتزيل هذا أعراض لكن ما صار عندك نسيان وهيش أمور؟ لا أبدا 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 قال لي هو لازم يصعد لك نسيان بس ما صار عنده نسيان قال لي هذا يعني قليل هاي بدوه إن شاء الله يروح إن شاء الله و الحمد لله تحسن الحمد لله حسن حسن تجميش بغير بشي لهالدرجة ايه نعم قليل يمشي قليل إذن أستاذ شنو موضوع النطق قوية حضرتك؟ النطق شوية دي الناس دي حسون مختلف وياك صار صوتك؟ لا نطقي من أنا صغير هذا النطق من أنا صغير أكو جماعة قالوا شو موضوع بشلطة كنت بلا حتى لانك بلاي مرأة يعني حسنو أكو ثقل بالربط حتى بلاي مرأة باوع وبلاش شعر قالوا ما بوضوع بشلطة و التصريب من بداياتك هيش صوتك؟ هذا صوت و هذا نميزك يمكن بوضوع بالصحة فعليك ترجمة نانسي قنقر